خلاص فاضل عشر ايام من دلوقتي وكل المصريين عاديين نستنين يا ترى هنعمل ايه في ماتش بلجيكا؟ مصر وبلجيكا؟ هنعمل ايه؟ بقالنا فترة طويلة مقابلناش منتخبات من النوع ده من التصنيف ده منتخبات اوروبية قوية ليه اسم ليه باع طويل من منتخبات المصنفة عالمية من اهم 3 اربع منتخبات منتخب مصر بخيادتها ببرتغالي فيتوريا هيلعب مع منتخب بلجيكا القوي جدا قوي دفاعيا وهجوميا وفي حراسة المرمى حدث يعني حدث في كل الاماكن كل الخطوط في اسماء كبيرة جدا وموجودة في كل مكان في العالم نقدر نقول ان هو اختبار صعب قد يكون الاصعب يكون الاصعب ليه ان الفترة اللي فاتت فيتوريا اوما بدأ تولي تدريب منتخب مصر في المعسكر اللي فات في شهر سبتمبر الماضي خد لقائين كل الناس قالت ليه كده ناعب ليبريا والنيجر لقائين سهلين والناس انتخدت على فكرة ليه يا جماعة ما احنا فوضنا 3-0 واللعب منتخبات ضعيفة طب ما احنا كده امتى هنلعب منافس قوي نفس الناس سبحان الله نفس الناس اللي انتقدت ان مصر هتلعب منتخبين اقل منها في المستوى او مستوى قات يعني ضعيفة جدا قالوا ايه ده هنلعب بلجيكا ده منتخب قوي جدا نحنا كده احصلنا فضيحة نفس الناس اللي قالوا ملاش نلعب ناس ضعيفة قلنا خلاص نلعب ناس قوية بقى لا هتلعبوا ناس قوية لا إله يا الله ليه كده نحنا كده ممكن يحصل كرس ممكن نخسر كتير يا جماعة في ايه ما هو الراجل باخذ الموضوع تدريجي او فكرة من نايجر والايربريا البلجيكا فيه قفزة كبيرة جدا لكن كان مفترض يكون فيه لقاء قبل بلجيكا لكن ما كانش فيه تصبيت او ما قدرناش نتوصل للقاء جايد فيه نغمة تانية بتقول طب ليه ما لعبناش منتخب افريقي لقاء زي اللقاء اللي جايدة هو يخدم بلجيكا اكتر من مصر ليه انهم رحين كسر عالم وهيلعبوا المغرف مجموعتهم فعايزين منتخب من شمال افريقيا عربي بيلعب قريب من لعب فريق المغرب عنده لعيبة في نفس الكواليتي ولكن ما هيفيدني انا كمان انا هحط مخياس ليه في وقت معين اه انا هدف الفترة دي اوصل لأفريقيا عشان بعدها فكر في كاس العالم ولكن دي كلها تدي خبرات اللعيبة تدي قوة تديك تصنيف ان شاء الله انا واثق على فكرة في نجوم منتخب مصر واثق في كل لعب واثق في كل اللعيبة اه طبعا ممكن حد يضحك ونقوله كده احنا اللعب منتخب فيه دي بروين لوكاكو هازرد وغيرهم يعرف انت دي بروين وهازرد و لوكاكو ومجموع اخرين وفي حرصة المرمى مين يعني احسن حارس في العالم كورتوة تحسن ان احنا في المالشات دي بنخبط في افضل حارس في العالم من مندي لكورتوة الاثنين طبعا حرص مرمى كبار جدا ولكن صلاح لو مقدرش يسجل في كورتوة في نهاية شامنزليج ان شاء الله يقدر يسجل مع منتخب مصر يقدر يعمل نتيجة جيدة انا واثق والله العظيم جدا انا دايما بحب منتخب مصر في اللقاءات الكبيرة دي بجد دايما بحس ان احنا في اللقاءات دي بننزل وقفين على رجلنا شفنا قبل كاس العالم 2018 مصر وبرتغال عملنا ايه اه اتهزمنا في الاخر ولكن كم كوبر بدأ يجرب خرج صلاح بعض اللاعبين ونزل بقى الناس عايز يشوفهم وبتاع ولكن في وقت الجد كنت جامد على فكرة في كاس العالم مكناش سيئين كنا سيئين اخر اللقاء امام السعودية عشان نزلنا بثقة زيادة لكن اللقاءين القبل كده كنا الافضل ماتش روسيا كنا كويسين ولكن جون يعني احمد فتحي كور قالش تعملش رجل وداخل الجون فقلبت الامور شوية اول ماتش برضو انت داخل في الجون في اخر ثماني من كرة سابتة ولكن منتخب مصر امام اللقاءات دي بيكون مهم جدا جدا ما يجد كلم عن منتخبات مصر لازم انا بطبيعة الحركة الزمالكاوي بكون ببص على كل قايمة ولكن في نفس الوقت بشوف لعبتي فين وانا بقلب كده قايمة اه فلان اه عواد يعني بتيجي على اكيد الزمالكوية اتمنى تفق لكل الناس ولكن يعني بتيجي على ولاد النادي الزمالك مع منتخب الأول في سبع لعبين لولا الإصابات كان ممكن يكونوا عشرة بدل سبعة زي عشرة في دونجة في الوينش في فتوح عادي جدا دول كان ممكن ينضموا بكل سهولة وكان ممكن يكون صبح على فكرة صبح يعني من الحراس الكبار ولكن هو الفضل ياخد تلاتة من اللي بيشاركوا من هنا عايز اتكلم برضو على حاجة مهمة على فكرة الناس كتير مش واخد بالها منها زمالك من الأندية اللي دايما حطت مصلحة المنتخبات قبل كل شيء مش منتخب واحد بس المنتخبات زمالك في المنتخب الأولمبي في أسماء زمالك في المنتخبات الشباب في ألف العيبة ولسه في تلاتة منضمين لمنتخب الأولمبي زمالك دايما دايما فيه لعيبة بيكون موجودة مؤسرة في كل المنتخبات بيسيبوا بصمة زمالك دايما بيخدم على المنتخبات وهذا دور المؤسسة الرياضية الكبيرة ده الدور الصحيح وده الدور اللي ماشي عليه نادي الزمالك بمعنى الكلمة عشان كده ما جا أقول أنا نادي الوطنية والكرامة مش مجرد كلمة نادي الزمالك بيحط مصر قبل كل شيء ومنتخبات الوطنية قبل كل شيء